السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته اليوم استغلنا الفرصة لكي نتقربكم من الصورة المطاعة في الواد تيفنوت نظر اللي ما تشاهدوه المنطقة من أنطار منذ يومين كما تشاهدون هنا رساجة طالعة على الواد 3 متر و 4 متر قريبا يعني 3 متر و 4 متر و تشاهدون أن الواد و تشاهدون أن تشاهدون و تشاهدون أن تشاهدون أنت السلام عليكم أصدقائي فيديو جديد اليوم جديد اليوم سوف نهضر لكم على الفيضان على أمطار غزيرة على تولوج خاص في المغرب كما رأيت الفيديو في البداية او دية خاطرة خاص مدينة تسنيد عفل نوح دية تسنيد الراشدية والززر بغيتوا تكتشفوا التفاصيل اللي عليكم هو تابعوا الفيديو من البداية التنهية اشتركوا في القناة ديالي فعلوا الجارش باش يوصلكم ديمة الجديد ديالي هذا الفيديو سوف نهضروا على الفيضان على أمطار غزيرة و سوف نجاوبكم بعد أسئلة على الفيضان اللي اخطينا خاص على القناة ديالي اللي حقوق واحد النجاح الكبير الحمدلله و شكره لله وصلنا زياد مليون مشاهدة وربعمائتك و نقوله مليون وربعمائتك تبارك الله نتمنى ان شاء الله المزيد لنوصله جهة مليون و ثلاثة المليون و كل فيديو نوصله بجهة مليون و ثلاثة المليون كيف ممكن لدي اتقاف النفس لدي امكانيات باش نوصل على المشاهدات خاصة في بلادنا في المغرب كما قلوا نهضر لكم أخوتي نبدأ لكم تفاصيل على الفيضان الخاص على كما شفتم الفيديو في البداية اوديا خطيرة بثاف نبدأ لكم النواحي ديالتيزنيت هذا الاوديا النواحي ديالتيزنيت يكون فيها ربما فايضان يقدر تكون فيها عاصفة هذه المشاهدات هذه المشاهدات منذ زمن تقريبها نقول لكم القدرة اوديا خمس شهور خاصة في النواحي ديالتيزنيت وبحثنا على هذه المغربة تفرجوا فيها ورزا زيت ورزا زيت مدينة رائعة جدا والنواحي ديالتيزنيت تسبب بزرد المشاكل وقررنا باش نبرطج معكم هذه المشاهدات نسبة الراشدية المنطقة رائعة جدا منطقة سياحية وثاني حاجة فايضان في الراشدية كي يكون فيها العاصفة تكون امطر غازيرة وكتسبب ليهم بعض المشاكل كثيرة بحالة الفايضان كما شفتوا في هذا الفيديو اما نسبة امطر غازيرة قل من يومين هذي ولا تلتيام اكتشفنا انه امطر غازيرة خاصة في الشمال الطانجات عطوان مراكش تلودانت بعد المدن اكتشفنا تولوج خاصة في المناطق كي تكون تلج بحال مراكش بحال بنملة تلج المهم هذا الشيكام امطر غازيرة وطلج تضع طبيعة رائعة جدا تلج سقوط ثلوج خاصة بعد جيبال خاصة نوع المراكش تضع طبيعة ثلوج يتزلقوا يستمتعوا امطر غازيرة تلج تضع طبيعة تضع جمال رائع جدا كي نكون مواضحا هذا الشيكام نزوين لم يكن تشف مشكلة امطر غازيرة امطر غازيرة تسبب بعد ومن بعد يستمتعوا الخير خاصة في الناس عمتان المغرب يستمتعوا يستمتعوا ويستمتعوا ويستمتعوا الحمد لله امطر غازيرة امطر غازيرة امطر غازيرة دائما نستمتعوا اي حاجة جديدة النسبة للنجاح الفيضان عدت بواحد طريقة رائع جدا انا تعقف نفسي ويستمتعوا ويستمتعوا حققنا اعلى المشاهدات والمسيرة موافقة لكي نستمتعوا ويستمتعوا 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 حيث حصلنا خوتي على الدرع الفيضة هذا الدرع الفيضة كما ترونه حصلنا على الدرع الفيضة حتحقنا الحلم الأول ولكن الحلم الثاني هو الدرع الدهبي من بعد هذا هذا حصلنا على مئتك ولكن وصلنا على مئتين عفوا مئتين كاتلت مئتك 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 يتحدث ما هو الربح 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 حقوتي ضعيف جدا المفيضة مئتك مئتك فيضانة أشياء بالفيديو ويضع كل فيديو نضرب 10 درع ما أكد 300 ريال تقريبا هذا العدد ربحنا في الفيديو فيديو 30 غام بحالة هذه الطريقة حيث المحتوى التي نفعلها خاصة أن تفرج فيها الناس من الجنوب في الصحراء المغربية والناس من الشمال لا تفرج فيها بزال الناس من الشمال لماذا لا تفرج فيها حيث لا تفرج فيها لو كنت تفرج فيها الناس من الكازات والشمال والمراكش سوف نفرج فيها لاحظة ولكن كما قلنا الناس تتبعون في الجنوب والتحية للجنوب والتحية للناس والتحية للناس بالتحية للناس ولم تفرج فيها لا تفرج فيها المحتوى خاصة للجنوب ربما أن يوتيوبر لم تفرج فيها تفرج فيها ربما كما قلنا الشامل وما كتسوقوش الجانب كتسوقو غير من اقادر الفوق تماما وانتمنى ان شاء الله يكون خير ومالنسبة الاربع ديال اليوتيوب ضعيفة جدا بزف وانا الهدف ديالي هو كما دائما نقول لكم هو نحصر على مليون مشترك ونحصر على الدرع الذهبي من بعد ان نوصر مليون مشترك كينينبعت الشركات غدينخدم معهم من لا سنحصر على مليون مشترك في ديكستا بدل ربع اما دب اخوتي الارباح ديال القناة ديالي كلهم ايش عاجة اجهازه في الوطفة عندي خدمة اخرى نخدمها في الانترنت ام ومالك الحمز وعندي الاصير بزف حاليا جديدت توجه في مدينة الداخلاء في الصحراء النقرية بقى اصورت لكم امام عبر دياللقيقرات بقى اصورت لكم فينسونك بقى هنا بقى هنا بقى هنا بقى هنا بقى هنا المكان رائع جدا تكتشفوا على القناة ديالي الخاصة في المدينة الدخلة ان شاء الله كل حاجة بوقتها ان شاء الله بإذن الله